سجلت وزارة الصحة 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 بحسب التحديث الساعة التاسعة و 35 دقيقة صباحاً على موقعها الرسمي لرصد الحالات ليصل عدد الحالات النشطة إلى 2163 حالة وأوضحت الوزارة أن أجمالية الحالات المسجلة في المملكة حتى الآن بلغ 2752 حالة تعافت منها ولله الحمد 551 حالة ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومدامة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع والتواصل مع 937 للرد على الإسفارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة